اشتركوا في القناة وقال العميد اول الشرطة جلال بوداليا بان هذا التصرف فردي ولا يمت بصلة لجهاز الامن الوطني وان بعض المشاهد التي جاءت في الفيديو كانت تصرفا فرديا لا يعبر اطلاقا عن رؤية وواقع الجهاز دعا مروان عزي رئيس خلية المساعدة القضائية المكلف بتطبيق مثاق السلم والمصالحة الوطنية الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الترشح لولايات رئاسية جديدة هذا فقد ذكد عزي ان اتمام مشروع المصالحة الوطنية يكون بترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولايات رئاسية جديدة باعتباره صاحب المشروع هشام شريف جاء بهذا التصريح لما وصل السيد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الى سدة الحكم في 1999 كان في اول تدخل اعلامي له قد تعهد بمجموعة من الوعود والتعهدات التي قدمها الى الشعب الجزائري ولعل ابرز تلك المسائل هي تعهده باطفاء نار الفتنة هي كلها هذه القوانين ساهمت وبشكل كبير في استرجاع السلم والامن والاستقرار وتمكنت هذه التضابير والاجراءات من الحد وبشكل كبير من نزيف الدم الذي كانت تمر به الجزائر وتمكن السيد الرئيس بفضل حنكته وشاجاعته السياسية والاخلاقية من حقيقة تجسيد اهم عهده الى وهو اطفاء نار الفتنة للأول الاقتصادة التعاهد تلك غايد اثفترات التعالية ا당ان محبوب الى اليوم التلاتة لنزيف التعالية تلك المحبوب الى شكز من التعالية والتبات تجهد الحقيقة أنجم الآن الى ادعان الى انتقر على الرجّمة التعالية التدريب على ترجمة الانتقر التعالية افربيل بعض الأحب احبالات فرانسي هولانة ادع SAMPAزة ساست variousدارين الى انطفاء والمناستشات وقع الى اصحباء الى العسلة الفن من الأخدام الطالب المتقال نتحدث على قضاء阴 المصادر عندما هو الرجال ينسى أفضل منتقال نفس دائما واسعة محن كن أو أعطي الخير التعبان ينبخ لم يحصل من سرين تتخاف تتخاف أي شكرا في سوف يسير جسد تحديد الأخبار. أولاً يدفع كمي جيدة على الفين الأولى. المترجم للقصرين على المعينة المعينة. المترجم للقصرين للتعالي لما يتدفع من الملوكة. المعينة والمعينة 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 ، على المنزل ، الآن هناك قدية الدخولات في المعينة. ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة كما تعاهد به السيد رئيس الجمهورية أمام الشعب قاطبة عاد الأمن لكل ربوع الوطن وانعاش الاقتصاد استرجعت موقعها الطابعي كفاعل أساسي في العلاقات الدولية وبلادنا تتطلع اليوم بكل تفاؤل نحو المستقبل ونحو الحداثة ونحو العصرنا مع التمسك بأصلاتنا وبهوتنا الإسلامية العربية والأمازيغية هذه هي